نعم الآن أقف على أعتاب هذه القرية التي تتبع إقليم الحوز ولكنها على بعد من هذا الإقليم وكذلك نقطة شهدت دمار كبير اليوم طواقم الإغاثة الدولية تتوجه إلى هذه البنطقة ونحن في الطريق كان الوفد الإماراتي هو سيصل بعد قليل إلى هذه النقطة التي نتواجد بها وهناك ازدحام كبير على الطرق ربما الصورة تكشف جزء عن هذه الزحمة لماذا؟ لأن الطرق تشهد انهيارات متتالية في الأحجار نتيجة الهزات الارتدادية وهذه الانهيارات تشكل عائق كبير لسرعة الاستجابة وسرعة التوجه نحو هذه المناطق سنتحدث قليلا ربما نرصد من هنا من المكان الذي نتواجد به يعني القرية تتضح هنا وسنتوجه إليها هذه القرية ومركز العمليات الذي تشاهدونه الآن هو مركز عمليات لوجستي تدار من قبله حركة طواقم الإغاثة وهذه القرية هناك أعداد كبيرة من الضحايا جراء الزلزال وتأخر وصول فرق الإغاثة بسبب العوائق التي تسببها الطرقات تشاهدون هذه الزحمة في الطريق على سبيل المثال ونحن نأتي إلى هذه النقطة الطريق كان مليء بالسيارات وطوابير السيارات التي لا تستطيع التحرك لأن الطريق لا يسمح بحركة انسيابية للسيارات وبالتالي هذا هو الوضع فهمنا الآن عندما قدمنا لماذا يتعذر ربما الوصول السريع إلى هذه المناطق السبب الرئيسي هو الانهيارات الجبلية نحن الآن نقف وعلى اليمين هناك جبال نحن في سلسلة جبلية كبيرة جدا هذه السلسلة الجبلية تشهد انهيارات متتالية على الطرقات والسلطات المختصة تتعامل مع هذه الانهيارات حتى ان هناك سيارات مدمرة على جانب الطرق وهذه الانهيارات قد تتسبب بحوادث غير ضرورية وبالتالي هذه الحوادث قد تزيد من المأساة شاهدنا تقريبا عدد من السيارات مدمرة على جانبي الطريق نتيجة الانهيارات الكبيرة نترقب اليوم وصول عدد من الطواقم الإغاثية الدولية هناك فرق إغاثة دولية انخرطت على الأرض في بعض المناطق بإقليم الحوز الذي يعد هو مركز حدوث الزلزال الذي حدث بقوة تجاوزة سبع درجات شكرا جزيلا لك أبو طالب العبدالله مرسل غد كنت معنا من قرية ثلث يعقوب بإقليم الحوز في المغرب